تفقد وكلا والحضراموت الشيخ عمر بن حبريش الأضرار التي تعرضت لها عدد من مناطق مديرية حجر جراء المنخفض الجوي وتدفق سيولة الأمطار والأعمال الطارئة المنفذة ومتطلبات يعاد التأهيل قنوات الرئيس التي غامرتها السيولة وزار الوكيل مع مدير مكتب الزراعة والريب ساحل حضراموت عبدالله العبثالي ومدير مديرية حجر باديبال قنوات الرئيس المتضريرة في الحمارية بمنطقة جزولة والمصينعة وكنينة بالجولة واطلع على حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيولة بالإضافة إلى العمال والتدخلات الجارية في تصفية قنوات الرئيس مع مخلفات السيولة وحماية الأراضي الزراعية كما اطلع على أضرار السيولة التي تعرضت له منطقة ربث من جرف للأراضي الزراعية للمواطنين والأشجار والمحاصيل وأكد الوكيل بن حبريش حرص السلطة المحلية على تجاوز هذه الأضرار موجها بسرعة حصرها وتقييم الاحتياجات ومباشرة العمل في إصلاحها اشتركوا في القناة